نعم بالمقابل عكس هذا الموضوع الأبنية المدرسية الأبنية المدرسية اليوم شون تتوزع عندك على هاي الرقعة الجغرافية الواسعة الأبنية المدرسية تعرف يعني شرحت لك مفصل عن طبيعة الضلوعية طبيعة الضلوعية من ناحية الجغرافية ومن ناحية عشارية مثل ما شرحت لك تمتد على شكل أشبه بشريطي المدارس بالضبط هنا أيد أسأل المشكلة أنه هاي الأراضي يعني بصراحة المناطق غير منتظمة الشكل يعني لمتاقض أشكال متقاربة يعني مثلا ليست مربعة ليست دائرية ما أتكلم هنا عن القصبة أتكلم عن القصبة وما يتبع لها هاي تعاني أمور العلاقة مثلا بالتوزيع الأبنية المدرسية إيش قد الحاجة المستوصفات والمستشفيات يعني أنت اليوم عندك مثلا مستشفى واحد مستشفى عام كافي للضلوعية حقيقة قبل أن تطرق الموضوع على المستشفى بالنسبة لأبنية المدرسية عندنا أزمة بالبنايات يعني عندك بعض المدارس دوام ثنائي ودوام ثلاثي ومن ناحية علمية الدوام الثلاثي راح يأثر على مستوى أداء الإدارات المتعاقب لدوام نفسي أعتبره فشل ذريع هذا فشل ذريع نعتبره وعلى وقت اللي يحتاجه كل شفت أو كل مدرسة حتى تتخصص الوقت ليعطاء الدروس أعتقد هذا ما راح يكون كافي ليعطاء الحصص بصورة صحيحة راح يصير كبس بالدوام وبالنتيجة يكون النتيجة العلمية من هذا الدوام الثلاثي الدوام مستدوج يعني ثلاث ساعاتي دوام الطالب يعني بالزايد يأخذ لك الدروس أربعة يعني مثل ما احنا نفكر اختناقات بالطرق ونفكر لازم نفكر اختناقات بالمدارس فيحتاج لنا أبنية جديدة وعندنا أبنية مدرسية متعثرة من الألف و12 حد الآن لم تنجز وهذا طبعا أثر بشكل سلبي على أداء بعض الإدارات وبعض المدارس وبالنتيجة أثر على مستوى العلمية لطلاب فإحنا إن شاء الله في الفترة القادمة نعمل على التخلص من هذا الموضوع موضوع الأبنية المدرسية ونحاول حلها حتى نطلع بنتيجة وتكون رياحية بالدوام بالنسبة للطلاب